السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب طلبات الصف الثالث الابتدائي في حال كتاب المعاصر صفحة 186 حضرات هنبدأ مع بعض بالسؤال الأول من يرز أسأل أول أسأل أول أسأل أول أسأل أول أسأل أول طبعا هنا فلس خطأ بقى هنا فلس أسأل تاني طبعا هنا صحيحة طبعا هنا فلس عشان قلنا حيوانات قليلة النباتات اللي في الصحراء لها جزور طويلة طبعا هنا السؤال التاني مدهش معناها مفقود هنا محثة بن يوسف وسمير يوسف أهلا بك سمير يعني أنا افتقدتك في رحلتي يبقى هنا I missed مش missed يا حضرات هي missed كيف كانت رحلتك كانت مدهشة it was amazing يوسف did you do يبقى هنا what what did you do ماذا فعلت يبقى هنا نكتب what we went on a voyage ذهبنا في voyage في رحلة بحرية great how was the weather التقس كان نعمل إزاي how was the weather يبقى هنا هنكتب weather التقس نكر مع بعض حضرات سؤال التوصيل read and match A with B what was strange what was strange إيه لكان غريب about the wind عن الرياح بين number one the island was a الجزيرة كانت a mysterious mysterious place مكان غامل يبقى number two يبقى the island was a mysterious place number three the desert is very cold at night برد جدا بالليل number three number four he is fascinated هو أبهرة how can مبهور be by the beautiful nature بالطبيعة الجميلة بين number four سؤال choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة from A, B, C or D when they were lost لما فقدوا when they were lost لما تاهوا they without any directions they wandered تجولوا بدون اتجاهات يبقى they wandered number two A is a group of camels مجموعة من الجمال and people والناس traveling together بالسفر مع بعض طبعا عندي حضرات هي الكارفن الكارفن الكافلة number three they went towards the amity راحوا ناحية the amity of the desert the amity westland number four who lost long ago in the desert who was lost مين اللي تاه من فترة طويلة في الصحراء يبقى هو was علشان هنا in the desert ago اقودي بتدل على زمن ماضي بأنه ناخد was هنتقل الى صفحة 187 من كتاب المعاصر number five marco paulo sure they had enough food and water يبقى هنا made sure يعني تأكد ان هما عندهم enough water enough food طعم كافي ومياه كافية طبعا ده كان في الماضي يبقى هناخد الفعل في الماضي number six they didn't travel لم يسافروا ليه عشان عندي last trip الرحلة الماضية يبقى هنا كنا بنتكلم في الماضي ويبقى في الماضي be didn't صالح خامس قاعد ترتيب الكلمات لعمل كومان صحيح السؤال الاول هنبدأ ب what what الاستفهام what were the like يعني كانت عاملة ازاي اللي هي الجمال بصنمة واحدة number two the wind الرياح the wind made عملة strange noises ضوضاء مزاجة يبقى strange غريب noises ضوضاء يبقى the wind made strange noises الضوضاء عملة او الرياح عملة ضوضاء غريبة number three how how big كم حج how big are the sand dunes the sand dunes كم حج من القسبان الرملية هنا question mark number four did you hear the legend هل سمعت هالسطورة did you hear يعني هل سمعت the legend هالسطورة سؤال خامس the ship didn't leave the port the ship السفينة ده الفاعل didn't لم leave تغادر the port الميناء the port الميناء هنا مطلوب مني اعمل موضوع عن سحراء الجوبي هنعمل الموضوع مع بعض زجوبي ديزرد سحراء الجوبي has a very hot dry weather لها طقس جاف وحار there are many sand dunes في كثير من القسبان الرملية some of the dunes are 60 meters tall بعض القسبان الرملية طولها حوالي 60 متر and 20 meters long وحوالي 20 متر في الطول the dunes الكسبان ships are always changing شكل الكسبان دايما بيتغير the wind makes the sand dunes move and roll like huge yellow waves يعني الرياح makes the sand dunes بتخلي الكسبان الرملية بتحرك and وبتعمل موجات صفراء ضخمة the local people called the gabe desert الناس المحليين بيطلقوا على سحراء الجوبي the dry sea البحر الجاف in their language بلغته اوكي ده كان موضوع كده مبسط عن الجوبي desert ممكن كمان انت تألف موضوع من عندك هنشوف ازاي دلوقتي الى حل تمرين لسن 4 and 5 تمرين الدرس الرابع والخامس من كتاب المعاصر صفحة 191 90 هنا عندي سؤال استمع هنستمع ونجاوب على الاسئلة اوكي اوكي صفحة صفحة اوكي 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 فلوكا اوكي ذا of the boat was called كريم يبقى ذا captain الكابتن بتاع المركب كان اسمه كريم ذا بوت هاد تو المركب كان في ايه سيلز شرعين يبقى تو سيلز سيل يعني شرع اوكي السؤال الثالث read and match a was b ذا هاد لانش هم تناولوا الغدا on board ذا فلوكا on board ذا فلوكا على الفلوكا what was ذا what was ذا wood اوكي what was the egyptian sailing boat what was the mood on the ship what was the mood on the ship اوكي هنا number two number three الفلوكا الفلوكا is a traditional egyptian sailing boat يعني مركب شرعي مصري هنا number three the pyramids the hermit are huge ضخمة number four he played هو عزخ the wood beautifully العود بطريقة جميلة يبهن number five السؤال the correct answer اخت رجاب صحيح the village was quiet المدينة كانت هادا and i could sleep well يبقى انت peaceful برضو يعني هادئ he he music in the party yesterday yesterday امس يبهن اخذ الفعل في الماضي played number three we went on a trip رحنا رحلة in the sunshine in the warm sunshine في ضوء الشمس الدافئ number four is a traditional jepshan meal يعني وجبة مصرية تقليدية وكي نكمع بعض حضرات هنا عندي number five how was the music كيف كانت الموسيقى where did the writer where did the writer طبعا في يبقى هناخد الفعل في المصدر يبقى where did the writer go اين ذهب الكاتب السؤال الخامس to order the word to make correct the sentence the music was magical and relaxing the music الموسيقى was كانت magical magical يعني سحرية and were relaxing relaxing يعني مريح number two what did they do in the afternoon what ماذا الفعل مساعد did الفعل they الفعل do what did they do in the afternoon في وقت الظهيرة okay question mark في الآخر number three a fluca is difficult to sail a fluca is difficult to sail يعني يعني الفلوكة صعبة الابحور صعبة انك تبحر بها number four i had i had a wonderful experience يعني يعني انا كان عندي تجربة رائعة wonderful experience number five did 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 a fluca يعني هال الفلوكة okay have لها أو عندها skills مهارات to sail ان هي تبحر طبعا نعمل هنا نعمل عن an amazing trip رحلة مدهشة نعملها مع بعضي حضرات amazing trip رحلة مدهشة 6 january في 6 january today i had an amazing trip النهار ان عندي رحلة شيقة مدهشة i went on afluca on the river رحت به الفلوكة في النار afluca is traditional egyptian sailing boat هي مركب شراعي مصري تقليدي is made of wood مصنوع من الخشب afluca is difficult to sail الفلوكة صعبة انها تبحر but the captain was very strong but the captain was strong and had the skills to do it and had the skills to do it and had the skills to do it the trip was wonderful الرحلة كانت رائعة we went slowly down the river ذهبنا ببطء في النار in the warm sunshine في ضوء الشمس الدافئ the boat had two white cells المركب لها شراعين ابيض وتشموف جنتلي in the wind تتحرك بلطفي في الرياح in the afternoon في وقت الزهر we had a delicious lunch كان عندنا غذاء غذاء آآ لذيذ on board is afluca على متن الفلوكة i really had a very nice time انا فعلا قديت وقت جميل هنا عندي general exercises تمارينا عامة على unit 5 على الواحدة الخمسة صفحة 197 حضرات من كتاب المعاصر هنبدأ بع بعض بسؤال أول listen and write true or false استمع و اكتب صح و خطأ اوكي desert animals have adapted to live in the desert habitat one of the famous one of the famous desert animal is the fink fox the fink fox is a mammal that live in north africa it has long ears السؤال الأول desert animals حيوانات الصحراء have adapted to live in the desert habitat طبعا هنا صحيحة true the fink fox is a famous desert animal طبعا هنا true the fink fox is a reptile من الزواحف طبعا false من المامل من الساليات the fink fox has short ears طبعا false عشان هو عنده big ears غنيها 1-4 السؤال الثاني listen and complete استمع و اكمل what was today's what was today's english lesson about it was about a surprising discovery it was about surprising discovery وبا هنا نكتب discovery discovery يعني اكتشاف مرهش what is now it's a small village in nigeria a small village a small village وبا هنا نكتب village what did they find local people found some unusual unusual objectives لأوا بعض الأشياء الغير عادية what were these objectives what were these objectives they were clay sculpture of humans هنا هنكتب humans اوكي تمام السؤال الثالث read and complete the text with the word from the box اكرة واكمل النص بكلمات من السندوق تعال نتعرف ونترجم مع بعض الكلمات اللي عندي عندي هنا كلمة dry ودي معناها جاف fascinated معناها مبهر او جميل dunes كسبان wind رياح موفي تحرك معي حضرات مارك بولو was 21 when he went into the gobby desert for the first طيب يعني مارك بولو كان عنده 21 سنة لما اتقل الى صحراء القبي لأول مرة he was by the sand dunes he was fascinated يعني كان مبهور fascinated by the sand dunes كان مبهور بالكسبان الرملية اوكي which moved with each step the camel made some of the الكامل الجمل عمل some of the بعض من dunes الكسبان يبقى هنا هنكتب dunes were 60 meters tall and 20 meters long their shapes were always changing the made them move the wind الريح بتخليها تتحرك يبهين the wind made them move and roll like huge yellow waves in fact the local people called the desert the dry sea الناس السكان الاصليين بيطلقوا على السحراء القبي البحر السؤال الرابع السؤال الرابع يا حضرات هما وجدوا تمثيل تمثيل بشر under the ground تحت الارض هنا number one how did how did she feel كيف شعلت او حسيت بايه number two he could explore هو استطاع ان هو يستكشف the mysterious island الجزيرة الغمضة number three number four they saw the stars throw شاف النجوم من خلال التليسكوب number four the archelogist او archelogist علماء lassaur were fascinated by the amazing sculpture بالتمثيل المدهش هنا number five اوكي عندي هنا صفحة 198 read the text and answer the question اقرأ النص وجاوب على الاسئلة اوكي هنقرأ النص مع بعض today النهاردة عندي خبرة منهشة رحت بفلوكا في النهار الفلوكا هي مركب شراعي مصري تقديم مصنع من الخشب مراجل طويل يدعى كريم كان كابتن السفينة او المركب الفلوكا صعبا هي تبحر كريم كان قوي وحط تحت كلمة سترونج خط علشان هيجبل عليها سوال وعندو المهارة انهو يعمل ذا رحلة كانت مذهشة رحنا وذهبنا ببطء في نار خلال ضوء الشمس الدافئ المركب لا شرعين ابيض which moved gently in the wind بتحرك ببطء في الرياح it was quite and peaceful a lovely way to travel كان الطريقة لهدئة ومريحة للسفر توقفنا عشان نشوف بعض الاشياء التي لا تصدق along the way عبر الطريق I saw the pyramid of geyser for the first time in my life شفت الهرمات الجيزة الاول مرة في حياتي كانوا رائعة الهرمات كانت كبيرة وكمان الحجارة كانت بلون الدهر كان اكبر اه اطول هرم في التلاتة يعني طوله حوالي 147 متر يعني طوله حوالي 147 متر وده كان رائع احسن عنوان للنص ده هو الخبرة او التجربة المدهشة عكس كلمة ايه ضعيف الكاتب راح بالفلوكة اهو يا حضرات وعنده المهارة ان هو يعملها يبقى ده وصف الكابتن السؤال الخامس هيا الفلوكة الفلوكة قولنا اللي هي ايه يعني قارب مصري صغير اوكي هنجبها مع بعضي من النص يا حضرات او السطر التاني يعني هو مركب شراعي مصري تقليدي يبقى كده حلين اسئلة الكطاعة وهننزل الوقتي على سؤال اختر لجابة صحيحة او او اتا كانت رحلة صعبة استغرقت سنين يبقى ات واز كانت عشان هنا قالك استغرقت سنين يبقى هي كانت they don't know anything about this culture هم مش عارفين اي حاجة عن السقوفة دي it's a mystery انها لغز او سر غامض number three السؤال التالت i have a lot of homework last week الاسبوع الماضي يبقى i didn't i didn't انها في بتاع الماضي didn't عشان هنا في last week دلت على الماضي number four did you هناخد visit بس طبعا عشان عارفين ان بعد did بنجيب الفعل في المصدر number five to means to move from side to side طبعا انه هو to sway انك تتأرجح او تتميل السؤال السابع the order the word is to make correct سنتس احد ترتيب الكلمات لعمل جمال صحيح where هل كان where there هل كان يوجد any اي سان دونس اي كسبان رملية وهنا هنحط question mark number two marco paulo was an italian explorer mark paulo marco paulo was can an italian explorer explorer mustachif italian number three he went on he went on a voyage by the sea he went on a long voyage هو راح رحلة بحرية طويلة by by sea بحرا او بالبحر number four where was your last vacation where اين was كانت اين كانت اجازتك الماضية هنا على ما تستفهم تعال بنتكلم على يعني كاتب مشهور في الماضي اوكي رد معي marco paulo هنتكلم عن marco paulo يبقى هنكتب marco paulo was a famous traveler كان مسافر مشهور he traveled so far to many places so far لأماكن كتيرة he was one of the first people he was كان one of the first people يعني كان واحد من اول الناس from the west من الغرب to visit china and always war a scene to visit china ok he wrote his diary katab يومي atau katab مذكرات he wrote katab his diary katab يومي when he was 21 when he was 21 يعني لما كان عنده 21 سنة he went to the gobby desert he went to the gobby desert راح صحراء goby he saw رأى the sand dunes يعني شاف الكسبان الرملية ok it was it was a mysterious and dangerous place يعني كان ما كان غامض وما كان خطير ok he had a museum عنده مطحف now there is a museum for him now اهو نمس حق غم لدي there is a museum for him في متحف خاص ب كده حضرات خلصنا معاك حالة امارين الدرس الثالث والرابع والخامس من الواحدة الخامسة من كتاب المعاصر للصفة الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته